اشتركوا في القناة سهلة جداً وبسيطة عندي كبايتين سكر بودرة او انا طحنة في البيت طحن ناعم وكباية لبن بودرة كامل للدسم يعني لازم يكون نوع كويس ونص كباية مكسرات اي نوع اختياري براحتكم وعندي كباية ونص طحينة اللي احنا عملناها قبل كده هسيب لكم طبعاً اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان تبقى ترجعوله وتعملوها الطريقة كمان بسيطة قوي انتو بتجيبوا بولة وبتحطوا فيها الطحينة بتاعتكم كباية ونص طحينة وعليهم السكر البودر بتاعكم اللي هو كبايتين هحط كمان اللبن البودرة كباية نوعية اللبن البودرة بتفرق جداً في طعم الحلوة بتاعتكم يعني لو نوع كويس هيخليها طعمها حلوة قوي وهي دلوقتي هخلط المكونات دي كلها مع بعضها ضربتها بالمضرب ونعمتها قوي بالهند بلندر يعني هفضل قضرة فيها لحد ما قوامها هيبقى ناعم قوي علشان كل ما بتخلط فيها وبتضربها كويس قوي بتديكي قعم حلوة وناعم بيدوب في البقء بجد وبيبقى طعمه حلوة جداً كده خلاص انا تحنتها ونعمتها كويس قوي وده كان قوامها بعد كده هبدأ بقى ايه اناعمها اكتر بالمضرب علشان احصل على احلى قوام ليها وانعم حاجة وكل ما بتخلط فيها كل ما بتلاقي نتيجة احلى بكتير طبعاً ملحوزة كنت عايزة اقول لكم عليها لو انتوا زودتوا نسبة الطحينة اللي عندك هتلاقي الحلوة بعد ما جمدتيها هتلاقيها بتسيح منك ده معناه ان الطحينة بتاعتك زيدة قوي وفي الحالة دي بقى ايه هتكليها عادي بس كانها حلوة سبريد كده لو انت عايزها متماسكة بقى زي اللي بتشتريها منبرة انت بتحط كمية الطحينة المزبوطة يعني كوبية السكر وصدها كوباية الا ربع طحينة زي ما انت تحبي المقدير اللي عندك دي مزبوطة جداً هحطها بقى في علبة فيها كيس بلاستيك وهخبطها كده علشان املى الفراغات علشان طبعاً هسيبها في التلاجة وقت كافي خالص عشان اقدر اقطعها واكل منها دلوقتي انا هحط المنكسرات بتاعتي على الوش لو مش عايزة تحط المنكسرات خالص بنراحة هغطيها بقى كويس بعد كده هحفظها في الفريزر بتاعي اربع ساعات او من بالليل للصبح بعد المدة اللي قطيلكم عليها هوريها لكم بقى دلوقتي وهقطعها قدامكم طعمها حلوة قوي نعمة جداً يعني احسن حلاوة انا كالتها احسب كتير من اللي انتو بتشتروها من برا يعني بجد جميلة وتعمة قوي بصوا بقى قوامها ناعم انا مش بحبها ايه ناشفة كده ومفتفتة لأ انا بحبها نعمة قوي بجد جميلة ان شاء الله تجربوها يا رب متعجبكم بصوا بقى المكسرات شكلها حلو جداً فيها وكمان طعمها حلو ومفيدة لولادنا اعملوا الحلاوة في البيت واعملوا للطحينة في البيت الحاجات دي مفيدة قوي قوي انا كتبت لكم فوايد الطحينة في الفيديو بتاع الطحينة في صندوق الوصف بيبقى ارجعولوا وقروها بجد مفيدة قوي فطبعاً اعملوا لولادكم الحاجات دي في البيت مفيدة جداً ليهم يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم منتظروني فيديو جديد ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو ما ستليم